أحد أخطر عواقب المعصية أن الإنسان قد تطول غفلته فيفعل الحرام ثم يتركه بلا توبة ولا ندم ثم ينسى أنه فعله أصلا ثم يعاقب عليه لأنه لم يتب منه قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد فإياك أن تؤخر التوبة من أي ذنب ارتكبته أو أي معصية فعلتها بل تب إلى الله تعالى على الفور فقد تنسى ذلك لكن الله لا ينساه وقد يقضي عليك بالعقوبة فتعاقب وما كان ربك نسيا